اشتركوا في القناة الا ان الرياح تواصلت قوية وبدأت تتقلص نسبيا اخر نهاري هذا اليوم وهي من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب درجات الحرارة قصوة هذا اليوم تواصلت اقل من المعادلات العادية لشارؤوت ما بين 29 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 33 و39 درجة ببقية الجهات بالنسبة الى هذه الليلة تقلص في سرعة الرياح تكون قوي نسبيا الى ما تدل قرب السواحل ضعيفة فما تدل داخل البلاد وسامى عامة قليلة سحب حرارة مستحبة ما بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات بالنسبة الى يوم الغد ان شاء الله بعض السحب بكافة المناطق تكون حيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية ورياح تتواصل من القطاع الشمالي الا ان سرعتها تكون ضعيفة فما تدل وبالتالي البحر سيكون متموف فاق قليل الاتراب ملأم لمختلف الانشطة البحرية بما في ذلك سباحة والحرارة قصوة ستكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة ببقية الجهات بتونس الكبرى يوم الغد ان شاء الله نتوقع ان تصل الى 33 درجة بنابل كذلك 33 بقليبيا 30 ببنزر 32 35 درجة بزغوان 34 بباجة 27 بيت برقة 36 بجندوبة 33 بسيليانة 32 بالكاف و31 درجة بتالة مع بعض الصحب بالقيروان 36 درجة صحب قليلة صحب قليلة ايضا بجية الساحل حرارة في حدود 30 بالمونستير 32 بالمهدية وسوسة اقل بقرق 29 33 بسفاقص بسيديبوزين 36 كذلك بالقصرين مع بعض الصحب وحرارة مستحبة بالجنوب الغربي 37 بقفصة وكبيلي و38 بيتوزر مع صحب قليلة ببقية مناطق الخليج جابس وتحديدا بالجنوب الشرقي 33 بجربة 32 بجابس 35 بمدنين 34 بتطوين 35 برمادة 37 بالبرمة وببرج الخضر بالنسبة الى الملاحة والسيد البحري كما اذكرت تقلص سرعة الريح وتكون من القطاع الشمالي شمالية غربية الى شمالية بالسواحانة الشمالية سرعة المبينة 55 تصل الى 30 عقدة والبحر متموج في قليل اتراب وبخليج الحمامات ومنطقة الشابة ستكون الرياح غالبا شماليا شرقية تتقلص سرعة ما بين خمسة وخمستاش تصل أحيانا إلى عشرين عقدة والبحر متموج في قليل الاتراب خاصة بعض الظهر بخليج قابسة تكون الرياح كذلك شمالية شرقية سرعتها من خمسة إلى خمستاش عقدة تصل أحيانا إلى عشرين عقدة والبحر قليل الاتراب فمتموج بعد الظهر إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بنواقشوت في استقرار 31 درجة بدر بيضاء 26 سحوب قليلة سماء صافية بالجزيرة العاصمة 32 كذلك بيترابلس بالخرطوم تقس مغيم 32 درجة بالقاهرة سماء صافية 37 درجة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة أمطار محلية بالمدينة المنورة قد تكون أحيانا غزيرة 43 درجة بمكة المكرمة 41 سحوب عبره بمسقة 33 سماء صافية 39 بأبوظبي 38 بالدوحة 42 بالكويت و48 درجة ببغداد يتواصل التقس في استقرار بالشرق الأوسط 32 بالقدس الشريف وبيروت و38 بدمشق 33 باستنبول 34 برومة سماء صافية سماء صافية أيضا بمرسيلة 29 تقس مغيم بباريز مع رطوبة مرتفعة 27 درجة 31 بجناز سماء صافية 32 بفيينة وسحوب كثيفة ببركسل 23 درجة بعض السحوب بمدريد 37 وسحوب قليلة بلشبونة 29 درجة التوقعات الجوية بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع ستتحول الرياح بصفة تدريجية إلى القطاع الجنوبي ونتيجة لذلك تم ارتفاع تدريجي أيضا على مستوى درجة الحرارة الخصوة خاصة والسحوب ستكون عامة قليلة وتتكاثف خاصة بالمناطق الغربية وبجية الوطن القبلي آخر نهارا بأن الرياح ستكون ضعيفة فمعتدلة غالبا من القطاع الجنوبي البحر سيكون قليل اتراب فمضطرب بالسواحل الشمالية يوم الأحد تتواصل الرياح من القطاع الجنوبي وتزيد الحرارة ارتفاعا وبالتالي الوضع الجوي سيكون ملأم إن شاء الله لظهور سحب ركمية رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية تكون مسحوبة بأمتار متفرقة درجات الحرارة الخصوة ستكون مبينة 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية نعم 28 ببنزرت وتكون أكثر شوية بالجنوب الغربي خاصة في حدود 40 درجة البحر يتواصل قليل الاتراب فمضطرب بالسواحل الشمالية لأن الرياح ستكون من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر شروق شمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في ساعة الخامسة و43 دقيقة وغروبها في تمام الساعة السابعة مساء لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الواب الخاص بالمعهد وطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88404 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد الجمعة 23 أوت الموافق لـ 18 سفر 1446 هجري صلاة الصبح بداية من الساعة الرابعة وعشر دقاق صلاة الجمعة بداية من المتصف النهار 29 دقيقة العصر بداية من الساعة الرابعة وعشر دقاق المغرب ابتداء من الساعة السابعة ودقيقتين وصلاة الأشاء ابتداء من الساعة الثامنة و33 دقيقة في ختام هذه نشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء